صلاح استيز يعني في الحقيقة الواحد فخور جدا جدا ان احنا عندنا لعيب زي ده وانبارح الحدث معداش كده يعني مش واحد جدد وخلاص والقصة خلصت وبتاع لا 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 ده كان ترند في العالم كله ان صلاح جدد مع ليفر بول بعد سلسلة من المفاوضات اللي استغرقت اكتر من 4-5-6 شهور كمان تفاوض ما بين ليفر بول وصلاح ووكيله رامي عباس بخصوص التجديد الخاص به لان عقده يخلص اخر الموسم اللي حيبتدي فبالتالي كان نقطة سنة في عقده فبعد كده يبقى فيه حر يروح النادي اللي هو عايزه فمفاوضات كانت طويلة جدا وشقة جدا جدا من قبل ادارة ليفر بول لكن البداية انبارح كانت ايه بقى لقينا ان رامي عباس نزل الضحكة بتاعته اللي هو يعني كايه نوع من انواع الاستهزاء او التقليل من مفاوضات ليفر بول مع محمد صلاح وكان نزلها قبل كده لضحكة اللي بينزلها الايموجي اللي شوفنا ده فليفر بول الحساب الرسمي بتاعهم راح نزل الايموجي اللي هو يعني خلاص بقى احنا يعني تعبنا يعني اللي هو خلاص مش فاهم يعني التعليقات دي ايه لازمتها يعني اصدهم على تعليق رامي عباس اللي هو وكيل صلاح في نفس الوقت اللي جيمي كاراجير احد نجوم ليفر بول التاريخيين علق على تويتة رامي عباس وقال له يا عم احنا بنحب بنحب اللعب بتاعك جدا ولو هو حيسيب الفريق في الصف اللي جايبنا نتمنى له كل التوفيق وحنقول له شكرا لكن في نفس الوقت التويتات اللي انت بتنزلها دي ما لهاش اي لازمة واحنا في غنى عنها على مدار الاثناشر شهر اللي نقصين في عقده يعني يا صلاح اقول حاجة ده كلام ايه جيمي كاراجير وهو اتضح ان في الاخر كل ده كان بالاتفاق ما بينهم يعني جيمي كاراجير اللي هو احد اهم اللعبين في تاريخ ليفر بول بعد كده حساب الرسم ليفر بول بصوا حرككم التسلسل والاهتمام بالشكل اللي يتم بالاعلان عن تجديد واحد من ابرز نجوم العالم اللي هو نجمينة المصري محمد صلاح راحوا منزلين فيديو لتيشرت ليفر بول على قدام كده حمام سباحة وفي منطقة ما اعتقد ان دي اليونان يعني وبيقضي فيها صلاح اجسته في بعض الاوقات والرجل بياخد نفسه شوية قبل ما موسم جديد شاك يبتدي ان شاء الله نتمنى له في كل التوفيق فبالتالي رامي عباس وصلاح ودوا الناس كلها في حتة بالاشتراك مع ليفر بول وكان عبارة عن اتفاق يعني ما بينهم المهم الفيديو ده كان ست ثواني بعد مباشرة لقينا ايه بقى لقينا صلاح بتيشرت ليفر بول وكان بقابل الصورة دي كمان نزل صورة كده من غير التيشرت وكان الكصة عادية ومفيش اي حاجة لكن بعد كي نزل الاعلان الرسمي به تجديد محمد صلاح في المفاجأة للجميع وتجديد تعقوده لمدة ثلاث سنوات مقبلة مع فريق ليفر بول انا بس اللي يهمني في الكلام ده كله يهمني ايه يهمني ان احنا عندنا لعيب مصري وهو في اجسته سافر له سافر له اتنين من مسؤولي ليفر بول وفيه صورة يا جماعة مسؤولين ليفر بول مع محمد صلاح لو موجودة معكم تبقى حلوة قوي سافر له اتنين من مسؤولي ليفر بول ايوه هي دي علشان راحوله اجسته علشان يخلصوا معاه العقد ويمدي ويخلصوا كل حاجة ما استنوش ان صلاح يخلص اجسته والراجل بقى لما يبقى يجي ان شاء الله يرجع لانجلترا قبل بداية الموسم مكلام من ده نبتدي نوقع العقود لا هما ما صدقوا ان احنا وصلنا لسجرة اتفاق سجرة اتفاق ونمدي بقى العقود مش هنستنى راحوا واخدين الطيارة اللي اتنين مسافرين هم اللي اتنين اللي واقفين ورامي عباسه ولا قاعد راحوا له حتى صلاح مش اللابس حاجة في رجل والراجل بيقضي اجسته وبتاعه بيستمتع بالاجازة بتاعته فبص قيمة صلاح ان الناس مسافر له ووكيله مسافر له في المكان اللي بيقضي فيه اجسته عشان يمدي العقود والدنيا تخلص والامور تحسن بشكل نهائي فدي حاجة لازم احنا نفتخر بيها لازم احنا نكون مبسوطين بيها ان احنا عندنا لعيب بالقيمة دي والقامة دي والعالم كله بيتكلم عنه لمجرد انه جد التعاقده مع الفريق بتاعه وفريق ليفر بول وانا وجد نظر وشوف ده انسب قرار لمحمد صلاح الراجل حق ارقام كياسية كتيرة جدا جدا ويقدر انه يقصر ارقام اخرى من خلال استمراره في دورة انجليزية ومن خلال استمراره بالتحديد مع ليفر بول في نفس الوقت عملوا هشتاج لصلاح اللي حراركم شايفينه ده صلاح ستيز صلاح باقي يعني واللي عايز اتكلم فيه بالتحديد هو مدة الاحتفال من خلال الحسابات الرسمية ليفر بول بخصوص تجديد محمد صلاح يعني الناس مبرح اتدوا بالحاجات اللي احنا عرضناها لحضراتكم دي المدة استغرقت قد ايه احتفال بتجديد محمد صلاح 16 ساعة متتالية نشروا فيها 23 بوست لصلاح انا بتكلم على عدد المنشورات المتتالية بخصوص تجديد محمد صلاح 23 بوست لصلاح كانوا على حساب ليفر بول على تويتر بس وخمس ساعات متتالية على انستجرام فيهم 16 بوست متتالي بالاعلان عن تجديد محمد صلاح يعني الاحتفال بتجديد محمد صلاح غير الستوريز على انستجرام وال19 ساعة متتالية ب19 بوست متتالي على فيسبوك كل ده عشان صلاح جدد كل ده عشان لعيب مصري عندنا جدد مع فرقة كبيرة في انجلترا هي فرقة ليفر بول فشايفين حجم الاحتفال وحجم التقدير لمحمد صلاح وكم الفرحة اللي عنده جمهور ليفر بول وشكل كمان الاعلان كانت حاجة جميلة جدا جدا فبصراحة الواحد ده غير الكوفر بيج كمان اللي نزلوها لصلاح يعني على حساباته فالواحد فخور جدا انا كنتش اتخيل في يوم الايام اللي احنا يبقى عندنا لعيب بغض النظر بقى ان هو جاب بطولات قد كده مع ليفر بول وجاب اهداف قد كده مع ليفر بول لكن ان يتم ان يتم الاحتفاء بتجديده فاقوى دوري في العالم مع احد اكبر الاندية في العالم فريق ليفر بول بالشكل ده فلازم نفتخر ونفرح بحاجة زي كده اشتركوا في القناة